موسيقى 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 تنوعت الكتب الأكثر مبيعاً لهذا الشهر بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب الدكتور محمد طه الخروج عن النص من جديد ويناقش الكتاب الصعوبات والتحديات التي تواجهها النفس البشرية موسيقى تحتل المركز الثاني رواية السرعة القصوى صفر للكاتب أشرف العشماوي وهي عمل أدبي يجمع ما بين التاريخ والتشويق ويأخذنا الكاتب في رحلة مثيرة مستوحى من بعض أحداث حقيقية تأتي في المركز الثالث رواية ثلاثية غرناطة للكاتب رضو عشور وهي ثلاثية روائية تتكون من ثلاث روايات للكاتبة وتدور أحداثهم في مملكة غرناطة يأتي في المركز الرابع كتاب أحببت وغداً للكاتب الدكتور عماد رشاد عثمان ويتحدث في كتابه عن الشخصية النرجسية بكل جوانبها وعلاقتها بمن حولها تختتم قائمة الكتب الأعلى مبيعاً برواية أوراق شمعون المصري للكاتب أسامة عبد الرؤوف الشذلي والتي يأخذنا فيها إلى حدث ديني وتاريخي هام رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكملين حلقتنا معاكم ودلوقتي نروح نشوف مع بعض تقرير سورته كاميرا يحكي أنه عن حفل توقيع ومنقشة رواية كوشكو رواية كوشكو هي رواية تاريخية بتستعرض مصر في الفترة في النص الأول من القرن العشرين من حوالي سنة 1900 لغاية أواخر أو نص القرن العشرين وده من خلال قصة حياة شاب نوبي اللي هو كوشكو اللي هو الرواية متسمية على اسمه وبنشوفه لما بيجي منه هو طفل من القاهرة عشان يخدم في فندق شيبرد وده كان من أهم وأكبر فنادق في العالم العربي وفي أفريقيا كلها ومن خلال بقى حياته في الفندق النماذج الإنسانية اللي هو بيقابلها والشخصيات اللي هو بيتعرف عليها طول رحلته ومن خلالها بنستعرض مصر كلها تحت الاستعمار البريطاني اللي هي طبعا كانت فترة مهمة جدا بتشهد كمان صحوة وطنية ضد الاستعمار كوشكو من الروايات اللي نزلت السنة دي وكانت مهتمة جدا بالجزء التاريخي وده كان شيء ممتع فيها جدا خصوصا أن حصل فيها دمج حلوة قوي بتعلم القراءة اللي أروا الرواية هيعرفوا أن هي حصل فيها دمج في العالم كله مش بس في مصر فدي من الروايات الحلوة اللي أنا قريتها عن التاريخ هو أكيد أنا يعني نوع الكتاب ده بيستهدفني خصوصا لما يكون في الشأن التاريخي يعني أنا طبعا بقلي فترة عمالة بقرأ في كم روايات وكتب يعني ليها علاقة من الحرب العلمية الأولى والتانية سواء مثلا على المستوى المترجم أو مصري أو عربي فنوع الكتاب اللي هو بيكتبها ولاء المراضي أو الإصدار الجديد ده من نوع من اهتماماتي الخاصة يعني زي بتاخد فكرة عن الوضع في العالم عامل إزاي أو بتحاول تشوفها بطريقة أو ببصيرة جديدة ونظرة أخرى يعني كي شخصيات مهمة بحس لها دور في الأدب بالذات مثلا لو بتعرف أصلا عن تفاصيل حياتها بتعترف تحس إن هي إيه جزء من حياتها ده بيأثر كمان على كتابتها وطريقة حياتها عمتا فبيبقى مصير الاهتمام للواحد يعرف أكتر عن الشخص اللي بيكتب أريت كوشكو طبعا أنا صراحة ليسا ما كملتهاش كلها بس إلى الآن هي حلوة برضو وجديدة جديدة بالنسباله إن هو ما تكلمش قبل كده في الأدب التاريخي أو الفكري التاريخي القديم اللي قوي كده تسلسل في الأحداث وأخذ كمان اللي هو كوش نفسه أزا هو شخص تدرج في الوقت من سنة كذا لسنة كذا مرورا بأحداث كتير هي قول نقول لغاية دلوقتي لأننا أريت ووصلت له طبعا ممتازة وحلوة جدا جدا وأركانها كلها متكاملة قبل تجعنا لكم مرة تانية وبما إننا مهتمين بكل ما هو جديد في الواسط الثقافي هينضمننا دلوقتي من خلال زوم البوكتوبر يوسري عفت اللي هيكلمنا عن إعلان الكاتب الفائز بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية لعام 2024 أهلا بحضرتك أستاذ يوسري أهلا بحضرتك مصد دائم أن أكون معاك إحنا أسعد أولا كده عايزين نعرف رأي حضرتك في رواية قناع بلون السماء للكاتب الفلسطيني باسم خندقجي اللي فازت بجائزة البوكر في الدورة السنة تمام يعني أنا دائما بحب أتابع جائزة البوكر وبحب أتابع الروايات اللي دائما بتكون مترشحة للجائزة بيديني بكرة عن الأعمال العربية وبتديني تنوع الحقيقة والسنة دي كانت المنافسة كانت قوية وكانت كل الروايات الحقيقة في القايمة القصيرة كانت ممتازة جدا واللي بان على سطحهم أو الرواية اللي فازت السنة دي اللي هي قناع بلون السماء فعلا هي رواية قوية جدا رواية بتتكلم عن فلسطين من خلال الشاب نور الشهدي اللي عنده صراع داخلي ما بين هويته الفلسطينية وما بين شكله اللي أشبه يكون بالشخصيات في الكيان فده إداله أريحيا أنه هو يقدر يتحرك في المدن وفي البلاد جوا فلسطين اللي موجودة تحت الاحتلال أو تحت الكيان بنشوف بقى الصراع جوا نور نفسه وإزاي أنه هو فيوقت من الأوقات تقمص شخصية تانية من خلال جاكت كده اشتراها في أحد المحل في بطاقة هوية لشخصية أخرى بعنوان قور شافيرة أو باسم قور شافيرة فبنشوف بقى الصراع أو بنشوف تخمصه ما بين الشخصيتين وصراعه الداخلي ما بين الشخصية الفلسطينية والشخصية اللي من الكيانة الآخر والحرب اللي دايرة بينه كحرب نفسية بيورينا كمان الفكرة أو هنا جوا كمان رواية نور بيسحى أنه هو يعني يتكلم أو يعمل رواية عن مريم المجدلية وعن وجودها في فلسطين ويواجه الأراء الأخرى من الغرب عن الشخصية دي وعن تموحات الشخصية دي كمان الخلفيات بقى وراء وراء أن الرواية دي تظهر للنور كمان حاسيات قوية جدا أن الرواية دي الكاتب قدر يكتبها داخل سجون وقدر كمان أن احنا نشوفها للنور وأعتقد أنها كانت رحلة شيطة كمان مخلف توليس الرواية مش بس فكرة أن احنا بنقرأ الرواية أعتقد يعني تكللها أنها الرواية تبقى الفايزة السندي أعتقد ده يدي أمل لنا كلنا الحقيقة من ناحية الأدب ومن نواحي تانية أخرى في رأيك إيه أسباب فوز الرواية بجائزة البوكر السندي وإيه هي المعايير من وجهة نظر حضرتك اللي تخلي رواية ممكن تترشح بقوة أن هي تفوز بجائزة كبيرة زي جائزة البوكر يعني شو رأيي أن الرواية كذبت يعني هي أعتقد أول شيء لأن الأمور اللي نضرون عليها السياسية أو الأوضاع اللي احنا خايفنا حاليا أعتقد هي من النقط اللي ممكن تكون أثارة اللجنة أو خلت شوية ممكن نقوم فيه نقطة تعاطف سيما حكي الكواليس وراء الموضوع نظرا لأنه كمان كان فيه رواية أخرى برضو عن الأدب الفلسطيني وهي سماء القدس السبعة فأعتقد الخلفيات وراء وجود باسم في السجون ده ادالها شوية نوع من أنواع التعاطف بالإضافة أنها كرواية كتابية وبتتكلم عن فلسطين رواية قوية رواية بتصير مواضيع قوية جدا بتورينا الشاب أو الأطفال في فلسطين لما بينشأوا إزاي واحد يبقى عايش جوه الأمور دي كلها كل ودايما بلاده في حرب وبينشأ تنشئة غير اللي احنا عايشينها بشكل طبيعي ممكن إزاي ده بيأثر في نفسيته وبيأثر في حياته أو طول حياته أعتقد دي من العنصر القوية اللي قدت أنها أن الرواية دي تكسب ووجودها كمان مع أعمال تانية قوية برضو يعني ما يقللش من الأعمال دي أعتقد أن ما يكسب لكل الأعمال أن الرواية دي تكسب وجود في العادة يعني دايما بنعتبر أن وجود أعمال القائمة القصيرة كلها بنعتبرهم دايما أن هما كسبانين وتأخل ست روايات من عدد 160 رواية أو أكتر ده يأهلهم طبعا أن كلهم يبقوا كسبانين جميل من وجهة نظر حضرتك كمان يهمني أعرف إيه أكتر حاجة بتميز أو إيه أكتر ما يميز كتابات الكاتب باسم خندق شيء وإيه أهم أعماله اللي جاية اللي شايف أنها حقيقي تستحق كمان أن هي ممكن تفوز بجوائز أدبية يعني هو اللي بيميز كتاباته دايما أنه من قلب فلسطين بيتكلم دايما عن المعاناة وليه أكتر من عمل سابق عن العمل ده أنا قرأت يمكن عمل أو اثنين منهم دايما هو عنده تأثر بالحالة ودايما عنده روح الأمل وبس الأمل ونقل اللي بيحصل بشكل مختلف بيصير الأشخاص اللي خارج فلسطين تحديدا بيبينقلهم الصورة اللي موجودة جوا اللي ممكن كتير ممكن ما يكونش شافها أو عاشها أو تأثر بيها كمان من ضمن الحاجات أو بقى بنتكلم على الأعمال اللي جاية المفترض أن القناع بلون السماء هي تعتبر جزء من سلسلة لسه هتكتمل هي مفروضة هتبقى روبعية وده اللي يمكن بيبان في النهاية أن النهاية تبان شوية أن هي مفتوحة لأن لسه في حكاية تانية للشخصية اللي هي نور مع الشخصية الفلسطينية الأخرى اللي هي سماء إسماقيل واللي هو تأثر بيها نور في النهاية فأعتقد أن الحكاية كناع بلون السماء هي لسه ما انتهتش هي لسه هنكملها وهنعرف نور هيوصل لإيه لأن النور مازال عايش في مرحلة من التوهان وما بين الصراع الداخلي اللي جواه نفسه فأعتقد أن احنا لسه هنشوف يعني مسيرة أقوى لنور وهنعيش معها أكتر بإذن الله كلمنا أكتر كمان عن رأيك في الروايات اللي وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر زي مثلا مؤامرة على شرف اللي دي ميتسي للكاتب المصري أحمد مرسي تفتكر هل في معايير معينة زي ما قلتلك لازم تكون موجودة في الرواية ولا بتكون نجاح الرواية مثلا بيكون واحد من أهم عوامل ترشحها لجائزة كبيرة زي دي يعني أعتقد هي بتكون معايير أكتر منها نجاح الرواية لأن بأغلب الأحيان خلينا نقول أن ممكن كثير مننا ما بيكونش عارف عن الأعمال التانية يعني بيبتدي يعرف عن الأعمال أو بيبتدي يستكشف الأعمال دي لما بتوصل للقائمة القصيرة أعتقد أن مقامرة بالشرف اللي دي ميتسي في وجهة نظري شايف أنها كانت من الروايات المرشحة بقوة أنها تكسب الرواية الحقيقة مكتوبة بحرفية شديدة جدا من كل العناصر بداية من الحكاية القوية الزمن الكاتب كتب في الرواية تخيله للي كان بيحصل في الوقت ده من خلال الصراع السياسي في خلفية الأحداث لكن اهتم هو بأنه يجمع شخصيات مختلفة في الحكاية بتاعته شخصيات ممكن ما لهاش أي علاقة ببعض ما بين الزابط في البوليس في الوقت ده في سنة 1920 وما بين الشخص اللي نقدر نقول عليه اللي هو بيفهم في الخيل وبيعمل مقامرات الخيل وما بين الشخصية نفسها اللي جاء من الدفار أو التعتبر اللي بتمثل الإنجليز في الوقت ده وهي الليدي ميتسي وأخيرا الشاب البدوي اللي هو فوزي التحوي اللي جاي من البدوة وما بيعرفش أي حاجة لكن في وقت من الأوقات هيكون باطل من الأبطال في الحكاية بتاعتنا إزاي الواربع شخصيات دول بيتقاطعوا مع بعض وإيه حكايتهم وإيه ارتباطهم بالخيل أو المدمار الخيل نفسه وإيه اللي بيجمعهم وإيه حكاية أو إيه دافع وراء كل شخصية من الشخصيات دي وراء المقامرة على الخيل دي إيه اللي هيكسب منها يعني في النهاية فكانت رحلة مهمة جدا مش بس على فكرة المسابقة أو فكرة المقامرة لكن بتبين دوافع كل شخصية وارتباطها بالحجاية دي إيه اللي هيعمل بوله أو إيه اللي هيغار في حياته لو كسب المراهنة دي أو كسرها فالرواية في حقيقة كانت قوية جدا رواية أنا من الأشخاص الحقيقة اللي زعلانين إن الرواية ما تكذبتش لأنها رواية قوية جدا بإضافة أنها طبعا لكاتب مصري شاب ديه عملين قبل كده صادقين والعمل ده عمل قوي عمل اللي هيحط الكاتب في أعتقد في مرتبة مختلفة جدا وهيكون عليه اهتمام أكبر المرحلة الجاية وكمان ضغط إن العمل الجاية يكون عمل قوي عمل يعني يضاهي قوة مقامرة على شرف الليدي ميتسي فتمانيات لي في جواز تانية أكيد بإذن الله وطبعا أكيد فوز باسم ما يزعلناش فوز باسم زي ما قلنا هو فوز لي وفوز لفلسطين ويدينا أمل أكتر إيه اللي ممكن يحصل بره المستوى الأدبي كمان إن احنا نشوف فلسطين في حال تفضل أكيد طبعا يا رب إن شاء الله أنا بشكرك أستاذ يوسري عفت البوكتشوبر ونورتنا طبعا من خلال زوم وإن شاء الله نقابلك قرهاي في استوديو شكرا جدا شكرا مرسي واشكرك دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نستقبل ديفي اللي هنوارني النهاردة في استوديو الكاتب الأستاذ أحمد سويدان الكاتب الأستاذ أحمد عبد العزيز هنتكلم معاه عن روايته أحلام نائل سويدان رجعنا لحضراتكم مرة يعني هوا لسا مكملين حلقتنا وبرحب طبعا بديفي اللي منورني النهاردة في استوديو الكاتب الأستاذ أحمد عبد العزيز صاحب رواية أحلام نائل سويدان أهلا بحضراتك أستاذ أحمد أهلا بيك منورنا في حققنا ربنا أحمد ومبروك على نجاح الرواية ويهمني الأول أقاف عند اسم الرواية لأنه فكرة الأحلام في حد ذاتها أي أن ما كانت اسم أو لو هو فكرة الأحلام أننا بنحلام أو أننا عندنا أحلام معينة وارتباطها باسم نائل سويدان اشرح لي شوية الاسم ونقف شوية عند أحلام نائل سويدان ومين هو نائل سويدان أحلام نائل سويدان هي كلمة مططة شوية يعني هي لها أكتر من معنى داخل الرواية فلو إحنا شفنا يعني نائل سويدان هو كشخص محوري هنحكي حكاية هو بطل الرواية نائل سويدان البطل الظاهري الظاهري يعني تقدري تقولي عندنا بطل ظاهري وبطل بطني بطل خفي بطل خفي في النهاية حنعرف أنه هو البطل حقي ولكن يعني نائل سويدان اللي هو البطل المحوري في الرواية في الرواية الأحلام بالنسبة له كانت أحلام اللي هي ممكن تعني أن هي مراته كان اسمها أحلام وهي كانت حلم حياته في الماضي وفي المستقبل هنعرف يعني إزاي هي حلمة في المستقبل أو إزاي أنه حيحقق حلمه في الماضي يعني حيرجع يحقق حلم تاني حاجة أن أحلام هي كانت أحلام نائل سويدان نفسه الأحلام اللي اتمنى يحققها سواء كانت أحلام شخصية له هو نفسه أو أحلام لبلده أحلام للبشرية كلها كمان سمح أن أكتشف في مرحلة لاحقة أن كلمة أحلام قد تعني أحلام اليقظة للإنسان أنه هو يكون يعني بيعيش أحلام وممكن ما تكونش في أغلب الأوقات حقيقية أو ممكن نكتشف أنها مش حقيقية ثم نرجع نكتشف تاني أنها كانت حقيقية بجد بس إحنا الضحك علينا في الرواية أيه فحضرتك شايف أنه أو حضرتك اخترت كلمة أحلام علشان هي شاملة كذا معنا بما فيهم واحدة من بطلات الرواية اللي اسمها أحلام اللي هي مفوط حبيب تنقل سويدان فالكلمة لها كذا معنى هنكتشف ده بقى من داخل الرواية بالضبط هو القارئ كل لما بيتعمق جوه الرواية فبيبدأ يكتشف معاني تانية أو مدلولات مختلفة لكلمة أحلام معنى أحلام الكلمة نفسها لحليك اخترتها نقل سويدان هو بطل الرواية أو البطل الظاهري زي ما حضرتك قلت من شوية هو الحقيقة أنه عمره فوق ستين تسعة وستين سنة أولاً يعني ليه خليت بطل الرواية في العمر ده وفكرة أن بطل الرواية عنده تسعة وستين سنة ولسه بيحلم ولسه عنده أحلام عايزة دي كانت فكرة برضه لحد ما أكيد إيجابية وأكيد كنت تقصد بيها حاجة هم قالوا لي أنها كانت جرأة منها اختيار عمر البطل أن دايماً البطل بيكون في عمر الشباب أو في سن النطج يعني بس أنا ما شفتش كده أو هو كان يعني مرسومة على السن ده ما ينفعش يكون أصغر من كده هو كأنا كنت عايز الشخص المتقاعد اللي هو طلع معاش بعد حياة طويلة زاخرة بالأحداث الشخص اللي بيشعر بالغربة في حياته أنه هو يعني أنت عارفة في السن ده الحاجات اللي كان يعرفها وهو شاب صغير الأغاني اللي كان بيستسغها وهو في طول عمره الناس حتى الأصدقاء والأهل كل ده أنت عارفة في مرحلة كده بيبدأ يتلاشى يعني يتكسر كل شوية الناس كل شوية بيفقد حد من حياته لغاية ما بييجي في فترة وبيحس أنه هو عايش في زمن مش بتاعه الإحساس بالغربة ده هو ده يعني ما كانش هيبقى متوفر لشاب صغير ثانيا كان كنت عايز الراجل اللي هو الجد اللي هو عنده أولاد كبار وعنده أحفاد وعنده مسئولية يقدر يخاف عليها لما يجي تهديد عليها يقدر يخاف عليها ثم أنه هو يتحول للنقيد بقى من الراجل الكبير في السن اللي بيحاول يعيش أيامه في هدوء أنه يتحول أنه لازم يقاتل يعني في سبيل الحلم بتاعه الحلم وفي سبيل التهديد الكبير اللي بيصيب أسرته قبل ما يصيب البشرية كلها فكان لازم الراجل ده يبقى يعني هو كان عنده دافع قوي جدا لأنه يعمل كل ده زائد أن أنا كنت بقول لهم دايما لما بيسألوني دايما على النقطة دي بقول لهم طيب أنا لو جبت شاب صغير قوي وكله نشاطه حيوية وخليته يعمل العجيب يعني في أين العجب يعني أنا بالعكس أنا عايز يعني تشوف التناقض ده بين الراجل الكبير العجوز اللي هو بيعمل كل الأفعال دي وفعليا هو ما كانش بيعمل حاجات بدنية يعني هو كل الرحلات اللي هو عملها يعني سنه ما أعقوش في أي حاجة من الحاجات اللي حرتك خليته يعملها في الرواية عمره ما كان أي إعاقة بالنسبة له سنه ما وقفوش عن إحنا يحلم ما وقفوش عن إنه يحب ما وقفوش عن إنه يكون مسؤول ما وقفوش عن أي حاجة بالضبط يعني فكرة حتى أنه هو يبقى في حياته قصة حب أو يبقى فقد الحبيب أو يبقى يبقى كده يعني إحنا دايما بنتخيل أن الناس الكبيرة اللي كبرت في السن يعني غريبة قوي أنه هو يعني يبقى عنده مشاعر وعنده بتاع أنت راجع عجوز فلا يعني كل حد فينا بيقف قدام رأي وبيستغرب كل شوية شكله بيتغير لكن هو روحه من جوه ما تغيرتش هو هي زي ما هي فبالتالي نفس مشاعره اللي كانته هو طفل أو هو شاب صغير أو هو راجل هي نفس مشاعره نفس تركبته يعني الروحانية أو النفسية ونفس الزكريات المتراكمة دي طول عمره فهتفضل معاه لغاية لما يبقى عنده تمانين وتسعين ومئة سنة كمان هو نفس الشخص من جوه لكن هو يعني هو برضو بيحب وبردو بيع لكن إحنا عندنا بنبقى متخيلين أنه هو كبر هو كبر آه في السن لكن هو نفس الشخص من الزكريات لسه لسه عنده مشاعر وليسه عنده أحسنية طبعا عنده مشاعر وعنده الحق أنه هو يشعر يعني بس فكان لازم يكون يعني هو ده اللي خلاني أو التركيبة دي اللي خلتني يعني أحب أنه يكون في العمر ده الرواية بتصنف من أشكال الروايات الواقعية السحرية والحقيقة أنه الواقعي لما بقى فيه جزء واقعي في عالم السحر وفي عالم الخيال لما بيتراحوا الكاتب ده أحيانا كمان بيساعد القارئ على أنه يرتبط أكتر بالرواية ويرتبط أكتر بأبطال الرواية ويبقى عايز يعيش حكايتهم ويبقى عايز يعرف تفاصلهم تخلص إزاي وإيه اللي هيحصل في الآخر بقى شكلها إيه الرواية الواقعية السحرية من وجهة نظرك والمعادلة دي لما بيجي الكاتب يعملها بتعملها إزاي وبتبقى إيه المعايير اللي في بالك علشان تقدر تخلي حكاية خيالية فيها قدر كبير من الخيال ومن السحر بس كمان أنت عايز تربط القارئ بتفاصيل أبطالها وبحكاياتهم كأنهم ناس حقيين شوفي هي دي الصعوبة شوية في الواقعية السحرية بتختلف عن روايات الفانتازيا أو الخيالية في روايات الفانتازيا احنا بنخلق عالم وبنوجد له قواعد معينة القواعد دي خارقة للطبيعة فبنخلي أن البشر تطير في الهوى والزمن يعدي وقت ما احنا عايزين يعدي بالشكل بنخلق قواعد معينة فالقواعد دي بنمشي في خلالها فالحلول الدرامية بتلاقيها سهلة مش صعبة يعني تقدري توجدي حل درامي لبطل بيتعرض لموقف معين بأنه فجأة يطير في الهوى فيبعد عن الناس اللي بتهاجموا مثلا ده حل فانتازي خيالي لكن لما تيجي توجدي الواقعية السحرية جوه الواقع فأنت مرتبطة في الأول وفي الآخر بالقوانين الفيزيائية والطبيعية الحياة نحن العادية فأنا لما وجد حاجة خيالية في وسط الواقع أنا لازم ببقى مضطر لإني أمنطقها في كل الرواية يعني حبقى هتبدأ حاجة خيالية حصلت في البداية لكن في النهاية لازم تنتهي بشيء منطقي يصدقه القارئ يعني لازم خيالي خزعبلي كده يبقى أنا في الآخر يعني كأني تزنقت في حتة ومعرفت أطلع فأروح تكاتب أي حاجة لا هو لازم في الواقعية السحرية إحنا عايشين في الواقع الطبيعي جدا بتاع الناس وعايشين حكايتهم كمان وعايشين مشاعرهم ومعاناتهم وألمهم وكل أحداث حياتهم بطريقة عادية جدا يعني الشمس بتطلع كل يوم في معادها والناس بتروح شغلها وبترجع بتركب موصلات محدش بطير كل ده طبيعي جدا ولكن في حاجة واحدة ساجمنت معين كده في الرواية هو الخيالي عند شخصية أو عند شخصية شخصيتين مثلا في حاجة بتحصل عند الشخصية دي بس هي الخارقة للطبيعة فبالتالي بفضل ماشي معاه في الحدوتة بالشكل ده ولكن أنا في النهاية لازم أوجد للقارق الحل أو السبب اللي خلى الحاجة دي تحصل أو أنا أتخيل أنها حصلت أو أيا كان لازم في الآخر خالص أرجع تاني لنفس القواعد الطبيعية والفيزيائية للحياة العادية الواقعية فهو ده الفرق بين أن أنا عامل رواية فانتازية أو عامل رواية وقعية سحرية الواقعية السحرية أنا بحبها أنا بكتب الحاجة اللي أنا حاسس بيها هي يعني الضفقة الشعورية اللي بي بيسموها كده فأنا بكتبها بالشكل ده أنا بحب القالب ده من الكتابة يعني أنا كل رواياتي كانت تقريبا ممكن تصنى فيها بنفس الشكل أنا بحب بكده جميل خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك تفضل رجعنا لحضرتكم مرة يا ولسا مكملين معاكم حلقتنا النهاردة ومنورني الكاتب الأستاذ أحمد عبد العزيز بتكلم معاه عن روايته أحلام ناقل سيدان قبل الفاصل على طول كنا بتكلم عن أنه تصنيف رواية بتعد من الروايات الواقعية السحرية وفيها جزء واقعي وفيها كمان جزء سحري وده طبعا من وجهة نظر أو من وحي خيال الكاتب عايز أتكلم مع حضرتك شوية عن فكرة التنقل ما بين الأزمنة واخترت أزمنة معينة ما بين الحروب صليبية مثلا ما بين عصر الفاطمي عصر الفاطمي عصر المماليك وعصر المماليك اخترت عصور معينة سبب اختيارك للعصور دي كانت إيه وإيه فكرة أنه أنه الأبطال أو عدد معين يعني من أبطال الرواية يتنقلوا ما بين الرواية كان إيه المقصود ما بين الأزمنة كان إيه المقصود ده في الرواية شوفي أنت عارفة المقولة المشهورة اللي هي بتقول أن الإنسان هو نتاج آخر خمس سنين في حياته أو اللي عمله في آخر خمس سنين في حياته من أخطاء أو من أشياء إيجابية يعني فهو بيعيش دلوقتي الواقع بتاع اللي هو عمله في آخر خمس سنين لو إحنا كبرنا اللي سكيل ده شوية خلناها مثلا يعني خمسين سنة هو ده اللي بيحصل للشعوب أو للأمم أو للمجموعات من ناس الدول إن إحنا نكون نتاج آخر خمسين سنة في حياتنا بالضبط يعني إحنا لو إحنا تكلمنا على الجانب السلوكي أو الثقافي اللي إحنا عايشينه النهاردة هو ده نتاج آخر خمسين سنة سواء كان إيجابي أو سلبي طيب لو إحنا تكلمنا بقى على الجانب السياسي والاقتصادي للدول وال يعني اللي هو ارتفاع شأن دولة أو انخفاض شأن دولة فحنتكلم في سكيل مثلا خمسمائة سنة أو ألف سنة فهو ده هي دي الفكرة إن الماضي ماضي الشعوب والأمم أكيد بيأثر في مستقبلها في حاضرها ثم بيأثر في مستقبلها كمان اللي احنا بنعمله دلوقتي هو ده اللي هيأثر في مستقبلها احنا من 200 سنة مثلا اكتشفنا الفحم والوقود الحجري والأحفوري والحاجات دي وحرقناها وعملناها وقتها ما كانش متوفر للمصنعين أو لأصحاب الاختراعات المحركات البخارية والكلام ده المعرفة بتاعت إن ده حيؤدي الكوارس بيئية قد يعني قد تؤدي الفناء العالم وقتها ما كنوش عارفين فهو هي دي الفكرة طب لو كان لو في حد دلوقتي بالمعرفة اللي توفرت له دلوقتي وأنه هو شايف التغييرات الحرارية اللي بتحصل والاحتباس الحراري والكلام ده لو قدر يرجع زمان وقدر يفهمهم ده زمان حيبقى تأثير ده ايه علينا هيبقى أفضل ولا ولكن من أحداث الرواية احنا برضو بنصطدم بالمنطقة اللي هو طب وهل ده صح ولا يعني هل لو لو في حد قدر يرجع بالمعرفة دي ويفهم ان الناس وقتها يعني ما غبت تصرفاتهم اللي هم مش عارفين هم مش مش قادرين يفهموا لكن احنا بعد ممر سنين طويلة شفنا النتائج طب لو لو قدر يرجع وغير فعلا هل هتسير الامور اللي انا متخيله النهاردة يعني احسن ولا ولا ممكن تكون تدخلني في دوامة احداث تانية خالص مش معمول حسابها او انا معرفهاش يعني انا كمان معرفش لو انا غيرت هيحصل ايه بقى في الخمسمائة سنة ده في يعني ممكن تحصل احداث تانية خالص مختلفة تماما فتوصلني اللي وقع اسوأ من اللي انا كنت فيه بس هو ده اللي حصل يعني هو ده اللي هو مر بيه هو رجع فعلا وحاول يغير حاجات وعدل حاجات هو شايفها من وجهة نظره خطأ لانه هو يمتلك معرفة النهاردة فنقالها للناس اللي كانوا في ايديهم القرار من من خمسمائة سنة مسلا ولكن نتيجتها كانت نتيجة مختلفة خالص عن اللي هو تخيلها هو كان متخيل ما حييجي يلاقي ان الدنيا بيتأفضل بكتير فلاقاها في وضع مزري لانه هو مقدرش يتحكم في تباعات القرار اللي اتاخد زمان هي دي دايرة الزمن يعني طيب عايزة تكلم شوية عن ابطال الرواية احنا عندنا ناقل سويدان قلنا ده البطل الظاهري مين البطل الخفي عز الدين عز الدين بحكينا شوية تفاصيل عن ابطال الرواية بسيطة ناقل سويدان هو البطل اللي اتكلمنا عليه وهو الشخص اللي حبيت أظهر فيه يعني الاحاسيس اللي ممكن تكون في السن دا وفي العمر دا هو أستاذ لغة عربية فيه ناقل سويدان كان هو وكان له اتنين اصدقائه الاصدقاء القدامى دول انا كنت يعني كنت عايز أو كنت أصد بيهم ان احنا نعرف ناقل سويدان أستاذ اللغة العربية والأستاذ فكري دا أستاذ التاريخ والمستشار فاروق مستشار آدي سابق كما كلهم متقعدين ولكن هي دي الفكرة انا كنت عايز الرمزية دي ان ناقل ناقل من يعني اسم ناقل هو من النايل ان هو ينون اللي هو فهو كان فيه حاجات الاحلام اللي كانت جواها كان نفسه انه ينولها فكري لان التاريخ لازم يصاحبه الفكر يعني التاريخ مر يعني بأوقات كتير من التدوين ولكن في العصور الحديثة بدأ يدخل فيه الفكر ان احنا الفكر النقدي مش النقلي يعني كان زمان لو انت شفتي مثلا البداية والنهاية لابن كسير تاريخ الجبرتي كل دول كانوا بيعتمدوا وهم في وقتهم كان المنهج البحسي كان منهج نقلي اكتر منه نقدي فكانوا بينقلوا الاحداث لكن لما نيجي ننقضها او نفكر فيها بفكر ونشوف التاريخ واحنا مسكين خريطة واحنا ونشوف تأثيرات الدول في بعضها والتأثيرات الثقافية والحضارية اللي حصلت لازم عندنا جزء من النقد او ان احنا نفهم الجانب التالت من شخصية نائل كان صديقه اللي هو المستشار فاروق يعني رمزية الفاروق او اللي هو العدل يعني فالتلات حاجات دول نائل اللغة العربية ده علم الكلام او هو الكلام هو الراوي هو اللي بيحكي هو اللي بيقول والتاريخ ان احنا لازم التاريخ ده نعرفه ولازم نعي نتعلم منه نعي ونفهم ان التاريخ هو زي كائن حي يعني احنا قلنا كده في الرواية انه هو هو كائن حي زي ما يكون شاب صغير اي دولة في الدنيا او اي يعني امة هي بتمر مجموعة عصور زي البني ادم بالزبط كان والطفل هي بتبقى لسه في مهدها ثم بتشب وتمتلك القوة والسطوة ثم بعد فترة بيحصل لها انها كبرت وتمتلك الحكمة ثم بعد فترة بتعجز بتشيخ وتتفكك الدولة ودولة تانية بتيجي مكانها التاريخ كله كده يعني لو احنا مسكنا التاريخ من مرحل اه بالله ان كل دولة لها مجموعة مراحل بتحصل لها والدولة بتكبر لو انت جريتي ده بتصوير سريع هتلاقي ان الدول عمالة بتكبر وتصغر ودولة تانية تكبر جنبها وتصغر وهكذا التأثيرات دي دي كانت شخصية ناقل سويدان اللي كان فيه كل المراحل دي او المراحل العصور المختلفة اللي حضرتك ذكرتها شخصية عز الدين هو لو قلنا ان الرواية انعكاس للواقع فشخصية عز الدين هو في الحقيقة اسمه عز الدين الأحمدي انا اصدت بالانعكاس ده لو احنا عكسنا الواقع لو انت عكستي اسم عز الدين الأحمدي هتلاقيه تقريبا احمد عبد العزيز يعني اه اوكي لانه هو زي ما انا كتبت في المقدمة بتاعت الرواية ان انا استلهمت الفكرة دي من موقف انا مرت بي يعني يعني فعله الرواية في المجمل هي كان بتماكش عدة قضايا اوكي الحبكة الاساسية بتاعت الرواية على خلاف ناس كتير يعني يعني ممكن ما شافتش ده الحبكة الاساسية كانت بتتكلم عن حول المتكلف كري الحبكة الفرعية كانت هي الصفرة عبر الزمن وده لاني لقيت تشابه يعني اللي هو سرقة الهوية يعني عز الدين اتسرقت هويته وكذلك الامم احنا فعلا بتتسرق هويتنا بالخطايا اللي بتحصل في التاريخ او بالاحداث اللي بنمر بيها لو ما قدرناش نصوبها انا بشكر حضرتك استاذ احمد على وجودك معنا النهاردة وسعيدة جدا بلقاء حضرتك ومبروك على احلام ناقل سويدان وان شاء الله نقابل حضرتك في مشاريع التانية ان شاء الله شكرا مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهاردة تكلمنا عن رواية احلام ناقل سويدان كان ضفنا في الستوديو النهاردة الكاتب والاستاذ احمد عبد العزيز بشكركم على حصن المتابعة كان معاكم رانيا السايد شكرا